العيد في السودان يأتي مختلفا عن ذي قبل في أعقاب إسقاط نظام البشير الذي حكم ثلاثين عاما عيد يأتي وسط أجواء من التوافق بين المكونات السياسية بعد مد وجزر في العلاقة بينها الأمر الذي كاد أن يعصف بآمال السودانيين نحو الخلاص الأمطار التي هطلت في الأيام الفائتة وأغرقت الشوارع وأسعار الأضاحي التي تمردت على ما هو متوقع وتحديات الحكومة المرتقبة هي أبرز موضوعات مجالس المدينة هذه الأيام الأول عيد أننا لا نكسع أولادنا نكون مجالجين فيه ونشتر بهم الطعبة الضحية أول عيد في حياتنا مما دخلنا الحياة الزوجية وعملنا أبناء الأسواق وإن شهدت إقبالا نسبيا إلا أن حركة البيع والشراء بدت متأثرة بالأوضاع السياسية الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا وأصحاب المحال التجارية يشتكون من تراجع القوة الشرائية نحن طبعا كتجار إن شاء الله هذا سنة تأثير والله تأثير شديد لكن إن شاء الله نتمنى أنه في الأيام الجاية الأمور تزبط إن شاء الله والحكومة المدينية الضبط لنا أمورنا إن شاء الله بإذن الله في الغالي وفي الرخيصة الحمد لله نتمنى من الحكومة أنه كل حاجة تكون رخية لأنه في الناس ما قادر تشتري ثورة أخرى تبدأ في شوارع قبيل العيد بحملات للنظافة وإعادة التعمير تحت وسم حنبنيه انطلقت الأفكار الشبابية وتحدثت الجداريات عن أهم المشاهد والصور لحراك التاسع عشر من ديسمبر يأتي العيد والشارع معلق قلبه باتجاه يوم التوقيع النهائي بين أطراف العملية السياسية في السابع عشر من الشهر الجاري لتكتمل أجواء الفرح بالسودان فرحة بالعيد وفرحة بالمدنية التي أصبحت واقعة محمد عثمان العربية الخرطوم ترجمة نانسي قنقر